المصرحة الموجهة للطفل معي في البلاتو كل من سوهيل بخذرة مخرج وممثل المصرحية أهلا بك سوهيل صباح خير كون لي حضورك معنا كذلك معي في البلاتو آية دورصاف ممثلة مصرحية أهلا بك آية أعيش كلايس من المعكس محبابيكم شكرا نبدأ بك سوهيل لهذه الأيام المصرحية الموجهة والمخصصة للطفل طبعا بدأت هنا في المصرح الوطني بالعاصمة في 28 من هذا الشهر وتختتم ليهم يعني مخصولهاش وقت بزات مع العطلة المدرسية طبعا بعطلة هذا الشتوية اللي استفادوا منها الأطفال نبدأ بك سوهيل بخذرة أنتما ستشاركوا يعني عن المصرح الجهوي لمدينة العلمة بمصرحية مدينة نانو في البداية قبل حديث حول المصرحية نحكيوا على هذه الأيام المصرحية الموجهة للطفل طبعا شاركتوا من قبل في أيام مصرحية مخصصة للطفل هي يعني مالفين مع المصرح الوطني يعني كل العطلة يعني متعودين أنهم يقدموا يعني يعني عرض الأطفال لكن مرة هذه خصوا أيام يعني أطوها حيز كبير وكان الحضور يعني لرانا نشوفه حضور تعالى الجمهور يعني أقوى من المرة تلفت وتعالى الأطفال يعني باش تقلقها يعني ممتلة على آخرها يعني حجم لحها وهذا الشيء يحفزنا ويشجعنا صحيح عدنا مدة كبيرة اللي مش فيناش الجمهور بهذا الحجم ربما عودت الجمهور عودت الجمهور إلى قاعدة جمهور صغير جمهور صغير عودتوا تشوفوا أنه ربما هو متعطش لهذا المصرح المخصص للطفل لأنه حتى المصرح العموم في الجزائر يعني هالثقافة مشاهدة عروض مصرحية إحنا الفرد الجزائري تقريبا غايب عن هذه التقافة كيفش ممكن نعزو اليوم بعروض مصرحية تكون دورية من خليوهاش فقط منسباتية يعني خطر أو زوج في العام أكيد إحنا للأسف الفترة الأخيرة يعني ولت العروض كان عروض مصرحية سواء الكبار مثلا الخاصة غير في شهر رمضان الأطفال غير مثلا في العطل الحمد لله المدة العامين هذو الخليب لو كينا يعني برمجة العروض يعني في العطل الأسبوعية يعني في ليويكاند الحالة قاعدة تتطور يعني لازم كي الناس اللي رأي فاهمة باللي لازم نشتغلوا إذا حبينا نكونوا جمهور صح لازم نبدأ من مصرح الطفل هو الأبواز لازم الطفل هذا نعلمه مصغر كيفاش يتعلم يتفرج مصرحية كيفاش يبقى ديما متبع تياظر حتى كي يكبر يقول يعادنا الجمهور اللي كان يعود يرجع عنه وربما حتى يكون ربما فاعل ممثل المصرحي ونحن ربما نستغل فيه كفاءات شابة حتى في المراحل المتوسط في محل المتوسط وحتى في محل الابتدائي يعني ممكن فقط نكتشفوها عن طريق يعني تخصيص هذه النشاطات التقافية اكتشاف هذه المواهب ونوجهوها فيما بعد كون عندنا ممثلين شباب يعني كفاء كيفاش ممكن اليوم كذلك نستقطبوا الأطفال يكون ممثل مصرحي حكينا ربما عن تجربة تاعك كيفاش يعني طبعا لكن ما زلت ربما تكملي في مشوارك التعليمي كيفاش ممكن أنه الطفل راه ويقرأ وفي نفس الوقت يدخل إلى هذا العالم هو كما كان يقول الأستاذ المغرج هو يعني طفل لازم من اللعبات من اللي يكون صغير نعلمه كيفاش ياسيستي يحضر عن سبكتاك كيفاش يشوف هو في البداية تاعه كي بدأ يحضر سبكتاك يشوف هذه الحاجة واللي عجباته فأكزمبل يأثر فيه ممثل ولا تأثر فيه فكرة نوعا ما تبقى هذه الفكرة يسخط له من ثم يقدر كما نقول نحن يحب هذه الحاجة اللي يدير فيها الممثل هذاك يتمنى لوحوكي يكبر يدير الحاجة اللي يدرها هذاك الممثل ولي يتعامل بهذه النوع الفكرة هذه اللي يشوفها في المسرحية ولي يقدر يطبقها في الأمر الواقع في حياته على برة مع أصدقاء وفي المدرسة وفي العائلة نحكيه على آية كيفاش ربما دخلت هذا العالم الواسع على المسرح وله أنا عندي الأم تاعي الأم تاعي عندها هاوس بالمسرح وحتى الأم تاعي يعني ممثلة كان عندنا عمل كيف ways كيف أنه أم تاعي كنا نتقاسم الخشبة كيف كان عندي مويول كانت اب بداية فيها حاجة هكا تقع مسرح تقوللي حتى دخلتني هي وقيت رحل ممثلة ومعها في الخشبة يعني شعور رائع نعود لك سهيل كيفاش ممكن أنت ربما اليوم راك مخرج مصرحي وممثل مصرحي في نفس الوقت كيفاش ممكن نكتشفوا كفاءات مثل آية ونستغلوها يعني نوصلوا يكون عندنا هذا التنوع حتى في المصرح الطفل يكون عندنا ممثلين يعني نقدر نكتشفوهم يقدروا يؤدوا هذا الأدوار هي في البداية نستغلوا فضاء المدرسة المدرسة بصفة كبيرة لأنه في المدرسة تغيبت نوادي المصرحية راحت في المدرسة قد في دور ثقافة في بعض المسارح الجهوية يرام يديروا في المبادرات وين يعني ينشؤوا نوادي المصرح الطفل يعني وين يلدى الطفل يعني من صغروا كيفاش كيفاش تدريبات مسرحية كيفاش يبدأ يدخل في هذا الجو أنا واحد من ناس كيفاش تدخلت لعالم مسرح كيمة الأولاد كل في مدينة العلمة راح نتفرج عرض كيمة الأولاد قال لك كاين فتاة حونادي لمسرحة لمسرحة الطفل اللي حبي نخارط يأتي راح تنخارط فضول عجبتني الفكرة ومن هذا العام اليوم وحتى هي ذكرت أنه الوالدة تحى شجعتها ربما خلتها تختحم هذا المجال شوف أنه كذلك في بعض الأحيان أنه يكون الوالدة أو الوالدة يرفض أنه ابنه أو بنته تشارك في مثل هذه العروض المصرحية كاينين كاين لي كاين لي يدير طموح لولدو هو اللي قرر في بلاستي يحب يكون نحن مسبقا أوليدك يكبر أوليدك يكبر أوليدك يكبر أوليدك يكبر أوليد مهندس كاين شوية صعبة فكرة أنك باش تكون ممثلة الوالدين يخافون ومشي هذا شوي فكرة المستبعدة من المجتمع أنك واحد تنقى والد يقول أنا أتمنى بني ولي ممثل أولى وشانا نقلا ونسألنا قريتنا وصلنا للمسرح ركزينا لا نفرط لهها القريتنا وعلى حاجة قريتنا أيضا فإن الناس وأيضا أشياء المليحة للطفال الصغير قبل ان يطور من ذاته قبل أن يطور من مستوى المعاب مستوى الفكر ومستوى التعليم كالذلك قدر المسرح يزيد لك حوائج لا تنقوم باستاذ المدرسة لنقوم باستاذ لنقوم باستاذ صحيح واحدة ربما تخلي التلميذ أو الطفل هو بالأخص إذا كان هو منضوية أو عنده إشكال أو يدير المسرح يلقى باللي عنده هذه الحاجة الإشكال اللي كان عنده خلاصي واللي راح وحتى إحدى اللي كانوا ربما في هذه الأيان المسرحية بياء العاصمة قالت أنه أنا نفضل أنه ابني يكون يعني يشوف ويشاهد هذه العروض المسرحية أحسن من أنه يشد الهدف أو طبلات تعوط النهار في البيت أكيد أنه يشاهد ويشوف عرض حي ويشوف فرجة يعني قدامه ورح يستفيد حاجة اللي راح تلحق له يعني بطاقة إيجابية بحاجة تعدي كوميديان اللي راح تلحق له رح يتقبلها أكثر من معلومة رح يشوي يلقاها في المدرسة ولا يلقاها في كتاب ولا في أهم نكتاب عندما تحدثت على نقطة هذه العودة عودة الحضور القوي لمشاهدة هذه العروض المسرحية الموجهة للطفل كيف ممكن نشجع اليوم هذه التقافة أنه الجزائر سواء العروض المسرحية العادية أو هذه العروض المسرحية المخصصة للأطفال كيف ممكن نغرسوا هذه التقافة ونكونوا أطفال أنه يتعودوا خلاص يشوف عرض مصرحي يقول لك أنه نروح نشوف عرض مصرحي شوف أنه المدرسة لها الدور الإعلام له الدور وكذلك الأولياء داهم دور كبير أكيد أكيد مدرسة بصفة كبيرة لأنه يعني إذا حبينا زع ما نقوله نقدموا معلومة أو برنامج أو نحبينا الأخر لازم نروح المدرسة هي الأساس مدرسة هي الأساس خاصة في مصرح الطفل والإعلام ثاني يلعب دور كبير ثاني في الوسائل يعني لازم يكون إعلام لازم تكون خدمة ولا تكينا خدمة تقدر تقول ولا تكينا خدمة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر اللي هي اللي تجيب من الجمهور يعني الإعلام نوصله ربما لهذه الشريحة نوصل لهذه الشريحة ولا سهل ربما آية المصرح في حد ذاته مثل ما قلت هو مجموعة من رسائل هادفة ربما الطفل يكون مثلا مدمن على استعمال مفرط هذا الوسائل الوسائل التكنولوجية هلتي في النقالة أساسا ربما الوالدة تلقى صعوبة أنها تقضع الطفل بأنه هذا عنده مخاطر يعني استعمال مفرط عنده مخاطر لكن ربما بعرض مصرحي يقتنع الطفل أنه يقلل من استعمالهاته بالضبط هو يعني المصرحية تعنا العرض المصرحي تعنا يعالج نوعا ما هذه المشكلة يعني هو نوع التكنولوجي بطريقة أخرى طفل في العوض ما يحكم تليفون ويبقى يعوز حلح واجج في العرض تعنا يلقى كلش ثم ما عندهوش هذك الوقت ليهز تليفون تهوي بقى يحوز هانتني ثم باركزمبل تلقى أم تحاول دائما لو عدنا الوالدين عندهم مشاكل مع أولادهم مع مواقع التواصل الاجتماعي مع الهواتفتاحهم نلقوا طفل صغير ذوكات طفل صغير تلقى في عمرو عامين ولا ثلاثتنين هايز تليفون ما يحكي منبا معاك في تليفون كلش في تليفون يعرف كامئ كلش بسحنا كان نمنحو أطفالنا كان نخصو وقت للطفل تعنا نحو شوية من وقتنا ساعة ولا زود سوائع ولو نحو شوية من وقتنا ساعة ولا زود سوائع ولو نحو أوليدي أنا يتفرج يتفرج عرض مسرحي ومنبتون هادف ثم كرح يتفرج هذك الحظ ورح يستفاد منه وانعلى بالي بلاح يستفاد منه ثم ما منبخلوش هلا أطفالنا باش يشوفوا عرض يستفاد منه هذه حاجة سلبية لنا ولولادنا وللكم الناس وبما منخليوش كذلك سوهيل هذ الفراغ اللي يدخل فيه الطفل في مربما أساسا في مرحلة العطلة وينلقى روحوا فترة فراغ ما عنده وش يعمل وفضاءات ربما لعد تكون قليلة فيكون يعني فقط في بيتو ويدمن على استعمال هذه الألعاب الإلكترونية أو هذه الهواتف النقالة لو نعود النص المصرحي اللي راح تشاركوا بها مصرحية مدينة النهان وحدثنا شوية على هذه المشاركة على هذه المصرحية اللي حازت على جائزة الهيئة العربية للمصرح في مسابقة تأليف النص المصرحي موجهة لأطفال سنة 2018 رسالتكم خلال هذه المصرحية وش حابين تبلغوا الأطفال مدينة النانو هي في الأساس نهزة كلمة نانو يعني نانو تكنولوجيا تقنية النانو المتطورة الكاتبة اشتغلت على هذه الفكرة وحاولت تقدم معلومات كبيرة من خلال هذا العرض يعني تحكي على تكنولوجيا تحكي على حواج متطورة يعني في مثلا نستعملوا مثلا تقنية النانو كيفاش نحكي على النانو كيفاش أولاد مختارعين يديروا ابتكارات نانوهوية كيفاش يقدموها يعني عرض تعليمي يعني الطفل كي راح يجي يتفرج يستفادح ويجي بزيف بزيف مدينة المانو مدينة المانو العرض هذا يعني يصلح راح يكون مساء اليوم راح يكون مساء هذا العرض لتعمدنا أنه يكون يعني يقل شرائح أكل يعني نقوله عرض للعائلة مش يغلل الأطفال كما يتفرج الطفل الصغير ويستمتع كما راح يتفرج الكبير ويستمتع ساعة فقط اللي حبيه يكون حاضر معكم إن شاء الله مرحبا بكم طيب مثل ما قلت ربما أهمية هذا المصرح الموجهة للطفل هو في مثل هذه الرسائل اللي نوصلوها اليوم رسائل هادفة ورسائل تثقيفية وطربوية وتعليمية في نفس الوقت هي للأستاذة كنزة ميباركي مؤلفة النص يعني درت مجهودة كبيرة أنا نهار اللي قدمت لي النص هذا فرحت بزيف باش تلقى فكرة يعني أصلية ادي اوريجينال ويعني موضوع تعالج موضوع يعني لازم نترقلو لأنه في المصرحية الحاجة اللي راني نحكيو عليها يعني عندها فولير في هذه المصرحية كيفاش طفل أنك تعلموا هذا مثلا لطابلات والتليفون الحويج هذا اللي راني تليزوا فيهم كيفاش يستعملهم بطريقة إيجابية كيفاش راح يوظفهم في حويج اللي راح يفيدوه يفيدو مجتمع لأن المصرحية تحكي على أولاد مختارعين كيفاش يختارهم مركز النانو تكنولوجي كيفاش يختارهم باش يصموا مدينة النانو العربية ويفتتحوها وينتقلوا لها يعني كل واحد عنده ابتكار كل واحد من بلاد عربية كيفاش الولاد هذو يشوفوا الأولاد مبتكرين كيفاش هذو كل الأشياء يعني المواقع التواصل الاجتماعي ولا مثلا المواقع الافتراضية وهذه كل الأمورات كيفاش وظفوها وستغلوها وأنهم قدروا يبتكروا أشياء اللي هي جد مميزة وينتقلوا بها ويمشي لها نعود ليك أهم رسائل اللي المصرح يبلغها ولازم يبلغها للتفل اليوم كما احنا فعلنا في المصرحية تعنا عند الدرجة الأولى نعلمه كيفاش تفل واللي يعتمد على نفسه يعني هو اللي يدير مجهودات هو اللي نزيدوش نعتمده على والدينا نصلوا أنسيقتناش خلاص اللي نشوفه باللي روحنا اللي لازم احنا لن يخدمو لازم طفل هو اللي يدير مجهودات لازم يحقق يحقق وشرا وفراس وليزم يحقق الحلمة كما احنا في عدنا مدينة النانو مجموعة أطفال يحاولوا يحققوا طموحهم كل واحد يقدم اختراع تاو ما يعني مش حاجة مستحيلة أنه طفل يخدم أولو اللي يخدم اللي يخدم اللي يخدم اللي يخدم اللي بون كوتي يستعمل المواقع التواصل الاجتماعي في الطريقة الإيجابية اختراع ويحقق بها وش حد اختراعات باش يوصل للطموح باش يحقق أحلامهم نعود لك سهيل نقولوا ربما المصرح مهمش الجمهور ما هوش متحمس لهذه العروض المصرحية والعروض المصرحية بحد ذاتها غايلة مش هي يعني في مسرح طفل نكون محاك صريح جدا صارت واحدة شوية اهتزازات في مسرح طفل لأنه كان ولت واحدة النوعية من العروض لإستسهال في مسرح الطفل ولت ما كانش مواضع جدا ما كانش حويج يعني ذات أهمية وذات قيمة اللي نقدمها للطفل ولا يعني مجرد يعني آنيماصيون حاجة أكذا ومفوتوا بسلط الطفل اللي يمشي معاك عامين ثلاثة يجي يتفرج مير رح يقع أشاك فوه نفس العفيس يتعودوا احنا أنا اختصاصي في مسرح طفل يعني مسرحية كل عام ناخد المسرحية للأطفال نحاول قدر المستطاع أنه المواضيع تكون جد هادفها لازم طفلك يجي يتفرج العرض يخرج بحاجة عندها قيمة ويكتشف ربما أشياء جديدة أكيد لازم في العرض هذا أي طفل اللي رح يتفرجوا رح يكون يعطيه تحفيز كبير أنه يقدر من هذك الجمهور يخرجوا عندنا خمسة أولاد ولستة مخترعين رح نعطيهم هذه الفكرة لازم أنا ثاني ندير كما ديروا هذه الشخصيات اللي في المسرحية كيفاش تحدّوا الجميع وكيفاش أثبتوا رواحهم ولو مبتكرين أنا ثاني نقدر نتحدّى وروح نجرب وروح نلعوش أنا ثاني يرأني مخترع يعني هذا الفكرة اللي يخرجوا بها الولاد آية ربما كتير أطفال يشوف ربما عنده هذه القدرات أن يكون ممثل مصرحي ما شتقولي لهم خلصا لما يكونوا ربما في مرحلة الإبتدائي إلى المتوسط أنا نواصل أولياء الأولياء الأولياء إذا كان أوليتكم عنده موهبة واللي حبي يدير حاجة خليوا يديرها ما تحرموش منها خطاكش يجي الوقت يوصل الوقت ثم إخلاص عشتوا حياتكم صحوا مع طولهم يخليهم يعيشوا حياتهم نرمال ولكن يوصل الوقت أين الطفل يقولي يندم على هذه الحاجة ويلوم ووالديه ومن المخلي 다음 يحبها يمارس هذه الحاجة التي يحبها يكن يجرب كل شيء الحاجة التي أحبها خليه يديرها حب يدير سبور خليه يدير مسرح خليه المسرح وماذا بي يعني يحيو الفكرة السلبية للمسرح التي عندهم عليها المسرح معلืم يمارس المسرح يمارس رياضة يمارس نشاطات أخرى يعني أنه يتخلع لغة القاية بالعكس هذا راح يساعده بدرجة كبيرة في الدراسة نختم بهذا ربما الرسالة الإيجابية منك سهيلة آية دورصاف وسهيل بخضرة الممثل والمخرج المسرحي شكرا لحضوركم